اشتركوا في القناة 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 الحالية اللي قدامنا دي ممكن يعني نشيلها لان هي هتكون رسمها بالمنظر ده حتى لو حبينا اللي احنا نكبر امتداد بتاع بحيس ان هتحتوي الهبوط ده مش هيكون لوجيك ونقدر احنا يعني ممكن نستعود عن الموضوع دوت برسم يعني اي قناة فنية كلاسيكية بشكل كلاسيك بحيس ان هي تكون يعني اضق شوية ممكن نقدر اللي احنا نستخدم القناة دي لكن انا طبعا مش حابب قوي اللي انا اكتق يعني ارسم على قناة زي بالمنظر زي ده لانها هتكون يعني مش دقيقة ولكن خلينا نقول ان في قناة زي دي طبعا يمكن نقدر نقول ان الهدف التاني بعد الهبوط لمستويات دي هيكون 1.04538 طبعا ده المستوى التاني في حال قدر ان هو يكسر اللودي اللي احنا شايفانه طبعا يمكن اللودي يوقف عندها بالضبط انها فعلا منطقة قوية واحنا يمكن نورينا ببارح احنا جايبانها منين من منطقة مهمة فنيا ده بالنسبة لي اليورو مقابل الدولار الامريكي بنبص نظرة سريعة على استرالي مقابل دولار يمكن استرالي مقابل دولار كان عندنا فرصة الشراء اللي من هنا هو طبعا قلنا ان دولار قوي يمكن حتى وحنا بنقول فرصة الشراء قلنا نخلي بالنا انها تطلع قبل الستيتمنت يمكن ده فعلا كان يوم الاتنين كلمنا بالمنظر ده وفعلا يستغل في فترة بتاعة الخمول بتاعة الدولار اللي كانت يوم الاتنين والثلاث ويبتدأ ان هو يحقق صعود في يوم الاتنين يكسر القناة ويوم الثلاث شفنا الصعود ان هو يقدر يلمس منطقة تاتة وعشرين طبعا بعد منطقة تاتة وعشرين عمل ارتداد منطقي جدا وطبيعي الفكرة ان هو كان لازم بقى يقدر يكسر منطقة تاتة وعشرين لو ركزنا شوية مع بعض في منطقة تاتة وعشرين في كسرها نلاقي شموه ضعيفة جدا ما بتنمش على القوة اللي في الدولار فطبعا الكسر بيكون يعني كاذب فبلاش نقول كاذب ولكن يعني هو كسري مش منطقي لان يلازم عشان تدي كسره صحيح لازم يكون بيدعمه حافظ اقتصادي لما بنقول ان الدولار مثلا ليه الشراء فاحنا بنقول للشراء مع عشان واحد اتنين تلاتة اقتصاديا سعر الفايدة وإلى آخر وتعازل سؤول العمل بشكل كبير والكلام ده كله فبالتالي احنا لما نيجي نبص دلوقتي حاليا على الاسترالي مقابل دولار نشوف استرالي قوي ولكن الاقوى بكتير جدا منه الدولار فبالتالي قلنا ان الدولار محفز للشراء فطبعا الكسرة عندنا القناة اللي احنا رسمناها انبارح وقلنا خليها ان هي مؤشر للصعود طالما السوق داخلها يبقى هو مؤشر للصعود طالما السوق قسرها يبقى بالتعبير لخروجك من الصفقة الشراء ودخول صفقة جديدة من البيع طبعا يمكن فعلا تم الكسر بالمنظر اللي احنا شوفناه يمكن كانت من هنا فرصة البيع ويمكن ناس ممكن تقول لك نموذج اللي راس وكتفين صغيرة لكن يعني خلينا نقول كسر لقناة افضل يعني طيب ده بالنسبة دي الاسترالي مقابل الغرق ميكيك بالنسبة للجنيل السليني شوفنا طبعا يعني شوية التحسن بالنسبة للتداولات طبعا على يعني خلال الفترة دي ولكن خلينا نقول كمان ان يعني جزء من سبب التحسن اللي طلعت بتاعت التواقعات بالنسبة لي السنة المالية وتواقعات فصل الصيف والكلام ده كله والاسترالي ممكن ما كانتش بتور جديد جنيس اللي نفوضها خطر ولكن يمكن كانت الحاجة يعني اللي شوية فيها نوع من انواع الاستقرار السوق العمل لانه هو بيتكلم على ان مش هيكون في فقد كبير لفرص العمل خلال سنة 2018 و2019 والاستقرار اللي هيكون موجود شوية في سوق العمل طبعا يمكن الكلام دوت يعني مش منطقي لان من الطبيعي مع تفعيل مادة 50 وخروج بريطانيا او المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي هيكون ليه عامل كبير جدا على خروج شركات وقطعات وابنوك كبيرة من المملكة وبالتالي هيأثر بشكل كبير جدا على فرص العمل اللي موجودة هناك فيمكن السوق يعني استجاب لها بالمنظر انتو شايفينه ده صعود وهبوط يعني تقريبا نفس الفكرة ثم صعود مع نهاية التدولات طبعا يمكن احنا بنتكلم يعني السوق ما كانش فيه صعود بالنسبة لو جينا بصينا لنظرة على تدولات اليوم بشكل عام يمكن احنا شايفين ان كل التدولات يعني بنتكلم في حدود خمسة وعشرين نقطة في اتجاه الصعود مش اكتر من كده فبالتالي يعني تجاه اعراضي لها جديد طبعا طول ما هو بتداول تحت المنطقة دي الجنيل السليني مزيدا من الهبوط طبعا يمكن نقدر نشوف يعني قريب جدا وصول المنطقة دي ثم تصحيح ثم ننتظر هل هيتكون فيه كسر طبعا مع وجود رفع السعر الفايدة هنقدر احنا نقول ان الجنيل السليني هتداول شوية تحت الفترة خلي بالكم من موضوع رفع سعر الفايدة لان رفع سعر الفايدة مش هيكون ليه الاصر الكبير جدا 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 على الدولار في الصعود بشكل كبير فان شاء الله هنتكلم على الجزئية بتاعت رفع سعر الفايدة دي في فيديو منفصل لوحده بحس ان الناس تقدر ازاي هتتعامل مع موضوع رفع سعر الفايدة طبعا انا مش حابة اطول عليكم اكتر من كده اسبوع سعيد ان شاء الله وتدولات مسمرة ومربحة كان معكم محمد نجم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته